بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند بالتأكيد ده حلقة النهاردة جاية قبل ساعات قليلة من موعد مباراة طلاقع الجيش والاهلي في الاسبوع والمرحلة الواحد وثلاثين من عمر الدوري العام دخلنا خلاص في المراحل الحاسمة المباراة كلها تتلع في توقيت واحد خلال الفترة القادمة النهاردة الثلاث يوم الجمعة الجولة الاثلاثين الثلاث اللي جاي الجولة الثلاثة والثلاثين والختام يوم الجمعة بعد القادمة ان شاء الله جولة أربعة وثلاثين بنتكلم في أقل من حوالي عشرة أيام على حسم الدوري رسالة الجمهور الاهلي في بداية الحلقة ثقة، التفاؤل، عزيمة بإذن الله من خلال تشجيع جمهور الأهل لكل اللاعبين خلال الفترة القادمة دائماً وأبداً النادي الأهلي يلعب حتى الثانية الأخيرة حتى الرمق الأخير دائماً أهداف الأهلي وبطولات الأهلي تحرز في الديئة 90 فكلنا ثقة، عندنا عزيمة، عندنا إصرار للحفاظ على بطولة الدوري هنشتغل لغاية آخر ثانية بإذن الله إذا كان التوفيق حالفنا بإذن الله هنحتفل بالبطولة لكن في نفس الوقت هي قرة القدم فيها مكسب وخسارة الأهلي وجمهوره دائماً بيلعب على الصدارة دائماً بيلعب على المركز الأول هنلعب على بطولة الدوري ونحتفظ باللقط لكن في نفس الوقت إذا لقدر الله التوفيق مش حالفنا هنستعد البطولات أخرى لأن السنة دي وخلال السنوات القادمة الأهلي دائماً بيلعب على البطولات في ظرف 8 شهور أو 10 شهور بنتكلم في 2 دورة أبطال إفريقيا سوبر إفريقيا عندنا سوبر لسه الشهر اللي جاي كسعالم أندية في نهاية ديسمبر في اليابان عندنا سوبر مصري مع طلائع الجيش عندنا مناسبات كثيرة جداً الأهلي بيلعب أكبر كم من المباريات والبطولات عشان كده دائماً النادي الأهلي بيكون هو رقم واحد في حصد الألقاب والبطولات لكن ثقة مهمة جداً والعزيمة والإصرار خلال الفترة اللي جاية والكل بلا استثناء في المنظومة يكون على قلب رجل واحد من أجل هدف واحد وهي بطولة الدوري والمفاجآت وردة وخرة القدم تحديداً ومع النادي الأهلي بنشوف إزاي في اللحظات الأخيرة يقدر الأهلي من رحم الصعوبات يقدر يكسب بطولات وألقاب ويفرح جمهوره في كل مكان حالة النهاردة فيها كواليس وفيها تفاصيل متعلقة النبارات اليوم طلائع الجيش والأهلي على ستاة الجيش بالسويس وفي نفس الوقت عن القدو على قرعة كاس الأمم الإفريقية اللي النهاردة بإذن الله ساعة 8 بتوقيت القاهرة نتعرف على مجموعة مصر في بطولة الأمة الإفريقية اللي عتصدفها الكاميرون في يناير من العام القاضي لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وكل مشاهدي قناة الأهلي يدخلوا يشارك معنا في الإجابة على السؤال توقعاتكم لتشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش اليوم في ظل غياب محمد شريف في ظل غياب بدري بنون ممكن التشكيل المتوقع اللي يبدأ به الأهلي أمام طلائع الجيش شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الليلة الأهلي يلاقي طلائع الجيش بالسويس وفي الترند المحلي اليوم قرأة أمم إفريقيا وأخيرا الرئيس السيسي يكرم أبطال دور التوكيو 2020 استعرض مباريات اليوم النهاردة في يوم حافل من المباريات سواء المحلية أو الأوروبية نبدأ طبعا من جولة الحاسم الجولة 31 في الدور المصري ساعة 7 الاتحاد السكندر هيصدف سيراميكا كيليو بطرا في الجولة 31 والساعة 9 في 3 مباريات في توقيت 1 إنبيو الإسماعيلي كان الساعة 7 لكن اتحاد القرى غير معاده بقى الساعة 9 الزمالك ووادي دجلة الساعة 9 أيضا على ملعب دار الدفاع الجوي والساعة 9 أيضا في نفس التوقيت طلائع الجيش هيصدف الأهلي على ملعب الجيش بالسويس مباريات اليوم أيضا في كأس السوبر الألماني وانطلقت موسم جديد في البطولة الألمانية بروسيا دورتوموند هيصدف باير نيميونيخ الساعة 8.30 بتوقيت القاهرة وفي كأس الليبرتادوريس بالمراس هيصدف ساوباولو في الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم التالي بعد منتصف الليل اليوم النهاردة وكانت مباراة الزهاب انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد النهاردة لقاءة الإياب ما بين بالمراس وساوباولو وطبعا بالمراس يكتفي بالتعادل السلبي لتأهل لمرحلة الدور نصف النهائي طيب دي تفاصيل خاصة بمباراة اليوم النهاردة سواء المباراة المحلية أو جولة في المباراة العالمية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ترند ترند وعندنا تفاصيل مهمة جدا عن مباراة الأهل وطلاع الجيش وأيضا تكريم رئيس الجمهورية اليوم لأبطال مصر في أولمبياد توكيو أهلا بحضراتكم من جديد وبالطبع البداية بالإنجاز الطيب والاستقبال الرائع من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لأبطال مصر في دورة توكيو الأولمبية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في توكيو 2020 حيث قام السيد الرئيس بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى لللاعبة الكاراتي فريال عبد العزيز ومدربها هاني إشطة ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي ومدربه عبد الرحمن محمد ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من لاعبة الكاراتي جيانا فاروق ومدربها محمد عبد الرجال ولاعب المسارعة محمد إبراهيم ومدربه محمد أحمد ولاعبي الطيقوندو هدايا ملاك وسيف عيسى ومدربيهما أسامة سيد ومحمد مجدي والمدير الفني أسقر سالزار حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية فضلا عن كل من السادة رؤساء الاتحادات المصرية للخماسي الحديث والطيقوندو والمسارعة والقراتي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشاد بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج وحصيلة الميداليات وأسهبهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية مؤكدا سيادته تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبزل الجهد وصولا للهدف ووجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في الألعاب المختلفة ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية والاستعداد من الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة عشرين أربعة وعشرين في باريس أيضا فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من خلال الصفحة الرسمية كتب كلام مهم جدا لأبطال مصر شرفت اليوم بتكريم أبنائي وبناتي أبطال مصر لما حققوا من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية توقيو عشرين عشرين فهم خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار وأؤكد دائما دعمي الكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم مصر عليا في المحافل الدولية شكرا لكم يا أبطال واستعدوا لتحقيق إنجاز أكبر في دورة العلعاب الأولمبية المقبلة بإذن الله بعد حوالي ثلاث سنين بإذن الله هتكون دورة القادمة في باريس في فرنسا ويكون عندنا ميداليات أكبر والتكريم اليوم بالتأكيد تخير دافع للأبطال وأيضا كمان تحفيز قوي جدا للأبطال الرياضيين الآخرين الذين لم يوفقوا في هذه الدورة الأولمبية لتحقيق إنجاز خلال الدورة القادمة وفي النهاية بالتأكيد الدولة تدعم بشكل قوي جدا الرياضة وتقف خلف الأبطال اللي بيحققوا إنجازات طيبة لتشريف اسم مصر ورفع علم مصر في المحافل الدولية طيب ده كان جزء مهم جدا لازم أبدأ به فقر الترند الترند والحديث المهم جدا عبر السوشيال ميديا لهذا الإنجاز والحدث التاريخي وحرص السيد الرئيس على استقبال أبطال مصر الجزء الثاني وهو متعلق بمباراة طلاع الجيش والأهلي في الجولة الواحد وثلاثين من عمر الدوري العام الفريق المنافس بالطبع فيه الصدارة بحوالي سبعين نقطة والأهلي في المركز الثاني بتمانية وستون نقطة وفارق نقطتين ومتبقي أربع مباريات باثناشر نقطة لسه الكرة في الملعب لسه الكرة في الملعب لسه ممكن تكون فيه مفاجآت كل شيء وارد خاصة لما الأهلي يكون بينافس حتى الثانية الأخيرة من الدور العام ولكن مهم جداً وانت داخل المباراة الحاسمة دي ما تفكرش في أي حاجة تانية انت على مدار الموسم بتواجه صعوبات كثيرة وبتواجه تحديات كبيرة وأصبح الأمر أمام الجميع وعلى الملأ كم التحديات والصعوبات اللي بيوجهها الأهلي في بطولة الدوري هذا العام تحديداً لو بنتكلم عن المنافسة والبطولة الأقوى هي كانت الموسم قبل الماضي لما كان الأهلي بينافس زمالك وبراميدز وكان في موسم صعب إفريقياً لكن قدر الأهلي يفوز بالدوري رغم كل الصعوبات اللي واجهها السنة دي الصعوبات اللي واجهتها أو المشاكل اللي قبلتك تسببت في ضياع نقاط كثيرة ممكن تكون انت مسؤول عن هذه النقاط في نسبة معينة لكن طبعاً النسبة الأكبر كانت لأمور خارجة عن إرطاق أخطأ تحكمية، تأجيل مباريات، نقل مباريات أمور كثيرة جداً بخلاف عدد المباريات اللي العيبها الأهل السنة دي اتنين دورة أبطال إفريقيا في أقل من 8 شهور أو 9 شهور كل دي كانت تحديات لكن عملت إنجازات طيبة على المستوى القري والدولي المباريات المحلية اللي جاية سواء في تعيين أطقم تحكمية سواء في مشاكل بتواجه الأهل في تقنية الفيديو ممكن بعض المنافسين بيواجهوا مباريات أشبه بالمباريات الودية كل ده ممكن يحصل لكن في النهاية انت بتلعب للثانية الأخيرة وللحدث الأخير يوم 27-8 الجمعة بعد القضي بالمناسبة قدامكم على الشاشة دي لقطات حصرية من فندو الإقامة في مدينة السويس استعداداً طبعاً لمواجهة طلاع الجيش النهاردة الساعة 9 على ملعب الجيش بالسويس وهو مباراة طلاع الجيش النهاردة في مواجهة الأهل إذن اتفقنا إن كانت في تحديات وكانت في صعوبات ممكن تكون مسؤول بنسبة معينة عن ضياع بعض النقاط لكن النسبة الأكبر كانت في مباريات كثيرة بسبب أخطات حكمية وأمور كثيرة جداً لسه هيجي الحديث عليها خلال الفترة اللي جاية لأن لو الأمور كتمشت في سياقها الطبيعي أنا على مسؤوليت كنت بقول لكم الدوري ده كان هينتهي من قبل الأسبوع التسعة وعشرين لو الأمور كتمشت في نفس السياق الطبيعي لكن ننافس لغاية الثانية الأخيرة ولا ربنا كاتبه هيكون بإذن الله بيتسو موسيماني استعاني النهاردة بـ 21 لعب في حراسة المرمة محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء خط الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهم محمد هاني علي معلول محمود وحيد وبيستمر غياب بدر بنون بسبب عدم جاهزيته بعد إصابته بفيروس كورونا الحمد لله شوفيا منها وخلال المباراة القادمة هيكون جاهز إن شاء الله حمد فتحي وقاليو ديانج أكرم توفيق في وسط الملعب وبيغيب عمر السلاء للإنذار الثالث محمد مجد أفشا كهربا طاهر محمد طاهر حسيني الشحات جونيور أجايي أحمد نبيل لا كوكا والترب واليا صلاح محسن مروان محسن دي المجموعة اللي اختارها بيتس موسيماني لمواجهة طلاعي الجيش اليوم المباراة صعبة والمباراة صعبة جدا وكل المنافسين اللي بيلعب الأهلي بيعايز حتى لو مش محتاجة تلات نقط هي مباراة للشهرة مباراة لإثبات الزاد مباراة لتحقيق مركز جيد وفي النهاية ناسمي إكسبت الأهلي فمن هنا بتاعت صعوبة المباراة المقالي بس ده بيسعدنا ده بالمناسبة بيسعدنا لأنك لما بتاخد البطولة في النهاية واخدها بدريعك واخدها وانت بتلعب مباراة مع كل الفرق بشكل قوي جدا فتبقى البطولة لها طعم ولها قيمة لكن شاء الله يكون الفريق النهاردة قادر على حصد السلسة النقاط ومستمرين في المنافسة لحد الجولة الأخيرة طاقم التحكيم اللي هيدير مباراة اليوم حكم ساحة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين وهو مصنف في القائمة الدولية في المركز الثالث مساعد أول تحسين أبو السادات مساعد تاني هاني عبدالفتاح حكم رابع أحمد إبراهيم حكم تقنية الفيديو الفار محمود باسيوني ومساعد حكم تقنية الفيديو الفار حسني سلطان قادكم التحكمية أنا عارف كان فيه لغة كتير على السوشيال ميديا والناس بتسأل إزاي القادكم التحكمية بتتقرر في وقت وقلال جدا والله يا جماعة هي فكرة اختيارات اللجنة للحكام أنا هنا تحديداً اتكلمت عليها من بداية الدوري وكان فيه مشاكل كتير بتحصن من بداية الدوري على المعايير اللي بيتم اختيار بيها القادكم التحكمية يعني إبراهيم نور الدين كان بيدير قبل 3 أسابيع مباراة الأهل في الدولي بيتقرر النهاردة مش عارف هل ممكن اللجنة عندها يعني عدد حكام الدوليين احنا عرفين هم سبع حكام لكن في نفس الوقت المباراة المنافسة النهاردة مع دجلة فيه محمد الصباحي حكم مش دولي كان بعيد بقاله أكتر من 6-7 شهور بعد الأخطاء التحكمية اللي حصلت بينه وبين حكم تقنية الفيديو في مباراة في الكلام ده من حوالي 7 شهور أو 8 شهور فالمعايير الاختيار للجمة الحكام دايما أنا بشايفها فيها مشاكل فنية عشان كده دايما بتلاقي فيه أخطاء وفيه مشاكل فيه المباراة وأنا قلت قبل كده يا جماعة ما تروحوش للأخطاء التحكمية اللي بتحصل في المباراة لأن الأخطاء التحكمية دي وردة مع أي حكم لكن المهم جدا أنك تركز في معيار اختيار الحكم لهذه المباراة لو عرفت المعيار إيه هتعرف المشكلة جاية منين قلت الكلام ده مرة واثنين وتلاتة والناس برضو لسه بتستغرب من الأخطاء التحكمية الفكرة مش في الاختيار أو أصل الفكرة مش في الخطأ التحكمي الفكرة في معيار الاختيار الفكرة في معيار الاختيار وطالما اللجنة ما فيش شغل فن كبير هتلاقي المعايير مش مفهومة عند الناس نتمنى المباراة يكون فيها عدالة وأتمنى مبدأ الفير بلاي يكون موجود في الدور المصري في اللحظات الأخيرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف إزاي يستعد الأهلي أو كيف يستعد الأهلي لمباراة تطلاقع الجيش مباراة مهمة جدا ومصرية في مشوار الدوري العام أهلا بحضراتكم من جديد وكيفية استعداد الأهلي أو الطريقة اللي بيستعد بها الأهلي لمباراة تطلاقع الجيش خاصة في ظل ضغط المباراة الحالة النفسية الوقت دائع جدا عندك مباراة النهاردة في السويس يوم الجمعة مباراة في اسكندرية يوم الثلاثة الجاي مباراة في الجونة فبالتأكيد الجهاز الفني والإداري بيشتغل بشكل مختلف جدا خلال العشرة يام الأخيرة من عمر مباراة الدوري العام لذلك أذهب مباشرة إلى مقر إقامة الفريق في السويس عشان نتعرف من زميلنا العزيزة شريف شعبان مراسل قناة الأهلي على آخر الاستعدادات لمباراة الجيش والأهلي وأيضا الترتيبات للأسابيع القادمة مساء الخير يا شريف مساء الخير زميل محمد تحياتي لك وتحياتي لكل متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل متوجدين في معسقر النادي الأهلي بمحافظة السويس يا رب بإذن الله يكون التوفيق اليوم من نصيب النادي الأهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق طلاق الجيش المباراة في التساعة مساء يا رب بإذن الله التوفيق النهاردة يكون مع النادي الأهلي ومن خلف المحاضرة الفنية اللي هتبدأ حالا أو الساعة الخامسة والنصف مستر بيتسو مسماني اللي هالم فيها التشكيل مع لعاب النادي الأهلي يا رب يكون التوفيق اليوم من نصيب النادي الأهلي طيب أنا شايفه قدامي على الشاشة طبعا نزول عدد من اللعيبة علي معلول ورامي ربيعة الكل بيستعد خلاص للدخول في المحاضرة لكن كواليس الفريق يا شريف والأجواء عندك في السويس درجة الحرارة زي القاهرة درجة الحرارة عالية أنا قدامي على الشاشة حوالي 35 درجة مقاوية لكن في المساء الجو عامل ازاي برضو الجهاز الفن بيحضر ازاي للماتش فكرة بقى بعد مباراة النهاردة في السويس لسه عندك مباراة في اسكندرية عندك مباراة في الجونة برضو التحضير للجو ده ازاي معه عايز اعرف منك بعد مباراة النهاردة محمد شريف يلحق بمباراة المصر القادمة واخر الاخبار عندك طيب ابدأ لك بلقاء اليوم طبعا احنا زي ما قلت لك المحاضرة تبدأ حالا اللي اعلن فيها مستر بيتسو موسماني التشكيل اللي يخد به لقاء طلاقع الجيش درجة الحرارة بتتكلم في حوالي 27 درجة مقاوية ممكن درجة الحرارة اللي حد ما كويسة جدا على المباراة في التساعة مساء هيكون الجو كمان احسن من دلوقتي فالجو احسن بكتير من الجو في القاهرة الآن جو ممكن يساعد بإذن الله لعيب النادي الاهلي على داء مباراة عالية جدا طبعا الاهلي استعدل هذه المباراة بتمرينة واحدة فقط طوال مباريات ضغط المباريات فضل مستر بيتسو موسماني اعطاء اللعبين اجازة بعد مباراة انبي نظرا لارهاق اللعبين الشديد مبارح كان فيه تمرينة مستر بيتسو موسماني اعمل فيها محاضرة وعرف فريق النادي الاهلي نقاط القوة والضعف لفريق النادي الاهلي طبعا لفريق طلاقع الجيش وطلب اللعبين بالفوز مدير الكرة الكابتن سيد عبدالحفيز حققت ايضا جلسة مع اللعبين وطلب اللعبين بعدم التفكير في المنافس والتركيز فقط في الاربع مباريات التركيز فقط في مباراة طلاقع الجيش تباعا بقى مباراة من بعد مباراة طلاق على الجيش التركيز ثم التركيز مع نادي الأهلي ومحاولة الفوز في الأربع مباريات ونطرق الأمور بقى الحسابات إلى آخر مباراة ونشوف ربنا كاتب لنا إيه يعني ونشوف ربنا لو قدر لنا بإذن الله نفوز البطولة وبإذن الله بإذن الله بإذن الله يكون ربنا يشال لنا خير بإذن الله ونفوز بالبطولة النهاردة يوم نادي الأهلي بدأ في الحديثة عشر صباحا كان الفطار الغداء كان الساعة الثالثة عصرا المحاضرة خمسة ونصف التحرك هيكون الساعة السابعة والعشر دقاق إلى استاد الجيش بألسويس بتتكلم في مسافة حوالي خمسة وعشرين دقيقة من الفندق إلى ملعب المباراة بتتكلم عن محمد شريف الكل بينتظر مصير محمد شريف النهاردة كان ليا جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي وطميني أن بكرة بإذن الله محمد شريف هيشارك في جزء من مران النادي الأهلي وبعد بكرة هيشارك في جزء أكبر فكده شريف بدأ يرجع من الإصابة النادي الأهلي عمله إشاعة وتعمل له صنار النهاردة شريف ضغط برنامجه العلاجي بتأهيل صباح ومساء عشان خاطر يرجع بسرعة الجهاز الطبي يتعامل مع محمد شريف باحترافية شديدة الأجهزة الطبية التي تم شرائها منذ فترة قصيرة جدا ساهمت كثيرا في علاج محمد شريف كل الإشاعات التي كانت مطلوبة لمحمد شريف أو الصنار بالتحديد موجودة الآن داخل النادي الأهلي فبيتعمله كل مدة زمنية قصيرة صنار فالإصابة لمت بشكل كويس جدا فبإذن الله بكرة محمد شريف هيشارك فيه جزء من المران وبعد بكرة بإذن الله هيشارك فيه المران بشكل أكبر فبإذن الله بإذن الله شريف قد يلحق بالمباراة المقبلة مباراة المصر بإذن الله ولو ما بدأش بإذن الله ممكن يكون موجود على دكة البدلاء خبر مفرح لكل جماهير النادي الأهلي زي ما انفرضت شاشة قناة النادي الأهلي طبعا بإصابة اللعب من سبع لعشر تيام والكل قال لك أو كل الإعلاميين وأغلب سوشال ميديا تكلم أن محمد شريف هيغيب لنهاية الموسم ولكن طلع الصدق كالعادة لشاشة التمييز شاشة قناة النادي الأهلي من خلف الآن طبعا مديرين الإداريين الكابتن عمري بحسب والكابتن واقل لازم طبعا يبقوا قبل بداية المحاضرة وقبل أي وجبة فطار أو غزاء لازم يكونوا موجودين ويدوينوا كل اللعيب بيحضر ويشوفوا نتعرف محمد طبعا نشوف تبعينك الكلام ده كله مفيش حاجة اسمها تأخير في النادي الأهلي في نظام شديد في انضباط شديد أي أن كان بقى في النادي في معسكر في معاد لازم اللعيب تنزل قبل المعاد فالإداريين بيبقوا موجودين عشان يدوينوا كل كبيرة وصغيرة اللي بيلتزم بياخد حقه واللي بيش أقول بيهرج أو اللي يتأخر شوية بيلاقي على طول التساءات مدير القرى ما بيهرجش الكابتن سيد ما فيش خالص ده أقل من ديئة كمان فماشاء الله اللعيب كلها ملتزم اللعيب كلها بتنزل قبل المعاد بفترة فرب يكرم بإذن الله وتوفيق النهاردة يكون معنا ونفوز بس أهم حاجة بإذن الله حكام الفار النهاردة يدون أحقينا بإذن الله طيب سؤال أخير يا شريف عشان الوقت بالتأكيد برضو عشان المحاضرة تبدأ وكيد تاخدوا الكواليس كاملة أربك من اللعيبة عايز أعرف اللعيبة يعني في مرحلة الضغوط والحديث والسوشيال ميديا هل اللعيبة بتقرأ بتشوف السوشيال ميديا بتكتب إزاي ولا اللعيبة فصل نفسها تماما خلال الفترة القصيرة دي عشان يكون تركيزها بالكامل داخل الملعب فقط عايز أعرف منك تفاصيل الكواليس دي لأنه طبعا مهم جدا بإن مراسل قناة الأهلي دايما موجودين في المعسكرات فالجمهور ببعايز يعرف في التفاصيل دي اللعبة بتفكر إزاي في الفترة دي اللعبة ممكن تقول إيه على المرحلة دي فإن اللي ممكن توصله للجمهور من خلال أربك من اللعيبة والجهاز الفني في هذه الفترة المهمة هوصل وأقول لك أن مبارح مدير القرى الكابتن سيد طلب من اللعبين بيئة تركيز فقط في مباراة النادي الأهلي مبارح مستر بيتسو مسماني أما عرف أن كل السوشيال ميديا وبعض الإعلامين أو أغلب الإعلامين بيتكلم أن رحيل فلان ورحيل فلان فاتكلم مبارح مع اللعبين في المحاضرة لهم ما فيش ولا واحد ماشي كل الأسماء اللي بيتم طرحها الآن ليس لها أساس من الصحة مش هاخد قرار في أي لعيب إلا بعد انتهاء الأربع مباريات اللي هيثبت نفسه في المباريات المقبلة للنادي الأهلي بالتأكيد هيكون مكمل معي ما تشغلوش بالكم اللي يكتب مين ماشي مين قاعد اللي هيلتزم معي واللي هقدم كل قوة هيكون مكمل معي في المواسم الجديدة الراجل كان كلامه واضح كان كلامه سعيد لكل اللعب النادي الأهلي أن اللي هيقدم مع الراجل في الفترة المقبلة اللي هيلتزم في الفترة المقبلة بإذن الله هيكمل مع النادي الأهلي فكل مركز مع مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني والجهاز الإداري وطبعا كله عاوز ساعة جماهير النادي الأهلي فبطمنك وبطمن كل جماهير النادي الأهلي الكل مركز تركيز شديد على أربع مبواجهات ببداية من مواجهة طلاق على الجيش تمام زميل العزيز شريف شعبان بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات وتفاصيل مهمة جدا من داخل مقر طبعا إقامة فريق النادي الأهلي والمعسكر استعدادة لمباراة الجيش النهاردة مباراة ساعة 9 بتوقيت القاهرة طيب أروح بقى لترند الأهلي ونشوف السوشيال ميديا هتمت إزاي بهذه المباراة والبعض الصفحات والمواقع هتمت بفكرة التشكيل المتوقع صفحة يلا كورة على تويتر الصفحة الرسمية اتكلموا على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلاق جيش عودة ديانجل الوسط والترب واليا يقود خط اللجون طبعا بسبب غياب عدد من اللعيبة محمد الشناو النهاردة في حراسة المرمى خط الظهر أكرم توفيق زهير أيمن علي معلول زهير أيصر اتنين مساكين ياسر إبراهيم وعيمن عشرف حمدي فتح وقاليو ديانج اتنين وسط ارتكاز خيار واضح جدا بسبب غياب عمر السلية قدامهم محمد مجد أفشا والاستقرار كالعادة البدء بكهرباء وحسين الشحات على الأطراف وفي الهجوم والترب واليا في ظل غياب أيضا محمد شريف اللي ان شاء الله بإذن الله زي ما طمنا زمنا شريف شعبان هيكون موجود قبل مباراة المصر صفحة أو الحساب الرسمي للأهرام على تويتر أيضا بيتكلم على مسماني للعاب الأهلي لن أقبل بنتيجة غير الفوز وكرة القدم ليس بها ثوابت بالتأكيد أي نتيجة تانية غير الفوز هتبقى مشكلة وصعبة جدا في المرحلة الجاية لكن بإذن الله لعاب النادي الأهلي هيكونوا قادرين على حسم 12 نقطة من الأربع مباريات بإذن الله الصفحة الرسمية اللي في الجول على الفيسبوك إحصائية في مواجهات الأهلي مع طلاع الجيش العنوان الأحمر يتفوق دائما ولكن مواجهة اليوم ليست بالسهلة قبل مواجهة الليلة إليكم نتائج آخر سبع مواجهات جمعت بين الأهلي وطلاع الجيش في مسبقة الدوري الأهلي فاز 2-1 فاز 3-0 3-0 2-1 2-0 2-0 وآخر مباراة كانت تعادل الإيجابي 1-1 إذن ست انتصارات للأهلي مقابل تعادل لطلاع الجيش وبالتأكيد ده بيوضح التعادل الأخير في آخر مباراة في الدور الأول لكن إن شاء الله الأهلي النهاردة يكون قادر على حسم السلسل نقاط لأن خلاص مرحلة حسمة لازم تتعامل مع المباراة على أنها مباراة كؤوس أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا مكملين مع حضراتكم بقى فقرات برنامج التريد أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما انتوا شفتوا بالتأكيد اليوم أرعى التجاس الأمم الإفريقية اللي هتقام في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير من العام القادم طبعاً الأرعى أو البطولة بالنظام الجديد وده للمرة التانية بتتنظم بالنظام الجديد 24 منتخب المعادة تغير نظراً طبعاً للظروف الجوية البطولة بعد ما أقيمت في مصر في 2019 كانت في فترة الصيف من شهر 6 لشهر 7 في الكاميرون هتتلاحب من شهر يناير إلى شهر فبراير من 2022 بالتأكيد اتأجلت سنة بسبب فيروس كورونا لكن النهاردة الأرعى الساعة 8 بتوقيت القاهرة يعني بعد أقل من ساعتين ونصف هنتعرف على من سيكون مع مصر في المجموعات ودور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية ومصر النصيب الأكبر من إحراز هذه البطولة آخر بطولة خرجنا من دور 16 كانت في مفاجأة غريبة مصر نظمت البطولة بعد تعزر استضافة الكاميرون نتمنى مصر في هذه اللحظة تكون جاهزة بإذن الله لاستضافة أو لإقامة هذه المباريات ونقدم مستوى مميز جدا نمك على شاشة بعض التجهيزات وبعض الصور الخاصة من قصر المؤتمرات في يا ويندي اللي النهاردة هيستضيف أرعي التكاس الأمم الإفريقية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي حضرين قدامكم طبعا أسمواجيان وديدي زكورا أسمواجيان نجم المنتخب الغاني ديدي زكورا نجم الكودفور طبعا باترس متسابي رئيس الاتحاد الأفريقي مع نجوم رئيس الاتحاد الكاميروني والكاميرون التصديف الحدث سفيرون الأمين العام وسكرتيري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبرز الحضور النهاردة هيكونوا كلهم حاضرين لأرعة كأس الأمم والكأس الزهبية اللي بإذن الله نتمنى تكون مصر منفسة كبيرة على هذا الحدث عايز أقول لكم سبع منتخبات عربية لحدث كأول مرة يكون عدد هذه المنتخبات العربية في كأس الأمم المغرب الجزائر مصر تونس موريتانيا السودان جزر القمر وفي التصنيف النهاردة بنتكلم في أربع مستويات المستوى الأول الكاميرون والجزائر والسنغال تونس المغرب نيجيريا مصر هتواجه أي من المنتخبات الستة مستوى الثاني مصر غانا كودفوار مالي بوركينا فاسو غينيا والمستوى الثالث الرأس الأخضر الجابون موريتانيا سيراليون زمبابوي غينيا بيساو والمستوى الرابع ملاوي السودان غينيا الاستوائية جزر القمر إسيوبيا وجنبي التصنيف كان بناء على نتائجك في الأجنتة الدولية وتصنيف الفيفا الأخير تم بناء على هذا شكل التصنيف مصر قد تواجه الجزائر بقيادة رياض محرس ومواجهة صلاح أو مواجهة السنغال ساد يوماني ومحمد صلاح رفيق الأمس منافس الغد والمغرب بقيادة حكيم زياش ممكن يكون فيه منفسه مع محمد صلاح كل ده النهاردة أنا أعرفه في قرعة كاس الأم اللي هتكون الساعة 8 بتوقيت القاهرة هيتأهل أول وثاني من كل مجموعة ثم مباريات دور الستاشر والتمانية والنصف النهائي والنهائي ونتمنى مع الكابتون حسين بدري منتخبنا الوطني يتأهل في مدى بعيد في هذه البطولة ونصل إلى المراحل الختامية نتمنى توفيه رب إن شاء الله لمنتخب مصر أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الفقرة الأخيرة من برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند متعلق بمشاركة الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم لتشكيل مباراة لطلاع الجيش والأهلي في الدوري العام سعد الدين زاكي بيقول أيا كان التشكيل فنحن نصق في رجالة الأهلي نحن ندعمكم سواء كدر لكم الفوز بالدوري أو لم يكن لنا نصيب نحن فخرون بكم كمان رأي آخر شاكر بيقول بإذن الله أي 11 راجل رجل هيقدم أداء رائع حرسة المرمى الشناوي خط الدفاع أكرم ياسر أيمن علي معلول خط الوسط حمد فتحي ديانج نظر للغياب السلية أفشة خط لجوم حسين الشحات كهرباء الفنان وبواليا آخر مشاركة معايا سعيد بيقول الشناوي معلول أيمن ياسر أكرم ديانج فتحي كهرباء أفشة الشحات تابواليا وإن شاء الله يا كابتن الدوري أهلاوي يا رب بإذن الله سعيد يكون الدوري أهلاوي في استقرار على شكل التشكيل فيه ثقة إن الأهل بإذن الله يقدر يعمل نتائج إيجابية ويكون الدوري أهلاوي هتقولي اللي بتقوله ده بناء على إيه سواء رأي الجمهور أو حتى اللي قلته في بداية الحلقة أو في الإنترا هقولك هي الثقة إن تاريخك دايماً بيقول كده تاريخك ومشوارك وبطلاتك كلها بتقول كده فأنت هتشتغل وتتعب وتكتهد إذا كان ربنا مقدر لك إنك تفوز بالدوري بإذن الله نحتفل يوم الجمعة بعد القادم يوم 27-8 إذا ما كانش فيه نصيب هنلعب لغاية الثانية الأخيرة بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي غداً في حلقة جديدة من البرنامج الترين شكراً لحضراتكم وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة